اعرب معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى عن عميق الفخر وعظيم الاعتزاز بالدعم والمساند المستمرتين والتوجيهات السديدة التي تحظى بها السلطة التشريعية من لدن المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم نعم اكد الصالح ان الكلمات المضيئة لجلالة الملك المعظم ايده الله وثناء وتقدير جلالته لمخرجات التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تفتح الافاق نحو مسارات اوسع لتعزيز الجهود في اداء المسؤوليات الوطنية ورفض مسيرة النهضة التنموية بمزيد من المنجزات والنجاحات التي ترسخ مكانة مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم رعاه الله اشهد معالي رئيس مجلس الشورى باللفتة الكريمة من لدن جلالة الملك المعظم وترحيب جلالته خلال ترأسه الاجتماع الاعتيادي الاسبوعي لمجلس الوزراء بالتوافقات التي جرت بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة اكد الصالح على مواصلة المساعي النبيلة وتقديم المزيد من العطاءات الوطنية التي تسهم في تنفيذ وتفعيل توجيهات جلالته من اجل تحسين المستوى المعيشي للموطنين من ذو الدخل المحدود والمتوسط